غير وبه درجات وبه علوم زينة علوم مرة سؤالك يا أبو عماد أرجع وبسألك يا أبو عماد عشان صيغة السؤال هل يقاس إبداع الإعلامي بعدد سنوات اللي بضاها من خبره لن يعطيك يا أمرة ثانية عشان شف صلعة رسول الله أنا حكوم خبرتي هي لا شك أن الإعلام أنه سيفي السنوات اللي راحت لك سيفي لك غض النظر هل أنت مبدع ولا ما أنت مبدع ناجح هذا يبقى سيفي لك لكن مهم قياس أنه يكون إعلامي ناجح هذه وجهة نظري ممكن يجيك واحد في الإعلام ما لها إلا شهر ويغطي على ذا اللي كم له سنة صح يعني مثلا كتقديم أنا جبت عبدالله الروقي مقدم عبدالله الروقي له في الإعلام عشر سنوات وجبت عثمان الجنيبي ما لها إلا شهر عثمان دارس له دورات ويتابع البرامج ويتابع لكن إنسان لبق في الكلام ثانية الوحدة ما يخليها بث هوى يعبي لك الكلام يعبي لك الهوى أنت تقديمك ما ش حالك أنا هنا أنا يخدمني عثمان يخدمني عثمان ما يخدمني عبدالله أنا شبيبة في السنين اللي راحت في مهيب خدمة خمسة سنوات ودنا ودنا لكلام هاي هذه وجهة نظر أنا ممكن تكون خاطئة صحيح الله لا هي شليمة لكن هي نصف دففتي ففتي توقع أنا ومع ذلك عنصر الخبرة له دور أكيد نعم أنا هذه الخبرة التعامل الجيد والكاميرا متى بتكون الكاميرا تعليه يعني الخبرة له دور أكيد له دور وكذلك بعد ترك المقدم يعتبر ممثل يا ربع لأنه ريكشنات وردة الفعل ويجيه كلام يتقبله بعض المقدمين يجيه كلام من الضيوف يا أخي يحسه في خاطرة فميهيب زينه أنك تطلع أنت بنفس الكلام اللي هو رد عليك به خلك لبق هذه والله أنا حصلت معي يا جماعة الخير مر والله أحد المتسابقين الله يستر علينا وعليه وحبه ترى ما في برنامج هنا لا 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 والله مبطي مبطي زمان وكذا تكلم بس الحمد لله ما مس شيء من الأمور بس أخطأ علي والخطأ واضح المشكلة المعد اللي معي بيض الله وجهه شاطر قال أنا طالبك ما تتكلم قل له بس تابع الشاشة اللي قدامنا شغل الشاشة لأنه أنا وياهم عندين على شغلة والله ما أدري ناسيها أقول ميدا أنت سويت كذا يقول لا أنا ما سويتها قلت خلاص نرجع للبث قال المعد قال شغلوا الشاشة وشوفوها بعد ما عاد المقطع على الشاشة سكت قلت أنا هنا هنا البث يرد عليك أنا ما أرد عليك بشيء لذلك أنت لا تحط نفسك في موقف محرج خلك على ما قال دغري خص في البرامج الواقعية خلك إنسان يعني عفوي إنسان صادق إنسان الجمهور ترى ما هو الجمهور فاهم وعارف عارف من العفوي وعارف من المتصنع فيها أشخاص متصنعين لكن يضبط عليهم دور التصنع ومحترمين وفي ناس عفويين شوف وفي ناس عفويين يجبون العيد هذا ما ينفعلها هذا ما تستضيفها في أي قناة قناة فضائية سواء فضائية ولا برنامج واقعي أبدا وتستحيها تتكلم بعد البث تستحيها الله والله العظيم وفي ناس عفويين وذكية ما هي يعني خلاص يتعامل معك يعني يريحك يريحك وتتعامل نعم في نائف أقولك التصنع أنا ما لدي مشكلة يكون فيه الناس عندها تصنع موسيقى